بسم الله الرحمن الرحيم والصفات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماوات الدنيا بذينة للكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطفا خطفة فأتبعه شهاب ساكب فاستبتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويذخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أئذا متنا وكنا ترابا وإظاما أئنا لم بعوتون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون أحشر الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فهدوهم إلى سرات الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم سأتوننا عن يمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم كوما طابين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنها غاوين فإنهم يومئذ في العزاد مشتركون إنا كذلك نفعل ذلم جرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب العليم وما تجذون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها بول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاسرات أرفعين كأنهن بيض مكمون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أين فلي من المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وإظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فالصلاف رآه في سواء جحيم قالت الله إن كنت لتعديد ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم بمثل هذا فليعمل الآمنون أذلك خير النزلا أم شجرة الزقور إنا جعلنا فتنة للظالمين إنا شجرة تخرج في أصل الجحيم فلعاق عنه رؤوس الشياطين فإنهم لعاكلون منها فمالئون منها البتون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إنما رجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آسائهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاكبة المنذرين إلا عباد الله ذو مخلصين ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ضريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في الآلمين إنا كذلك نجز المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبي وقومه ماذا تعبدون أئف كان آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برد الآلمين فنظى نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مددرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يذفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب أبلي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعر قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبهك فانظر ماذا ترى قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصادرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أيام إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المدين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إدراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصعرين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتي ما محسن وظالم لنفسه مدين ولقد مننا على موسى وحارون ونجيناهما وقومهما من الكرد العظيم ونصرناهم فكانوهم الغالبين وآتيناهما لكتاب المستدين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وحارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالكين الله ربكم وغب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله بمخلصين وتوقنا عليه في الآخرين سلام على إياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإنه طل من المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرون الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعكلون وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعتون فنبذناه في العراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستقهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إذكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصف البنات على البنين ما لكم كيف تعقمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مدين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يسفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو أصعى الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسدحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى عيد وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساعتهم فساء صباه المنذرين وتول عنهم حتى عيد وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يكفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين